الطريق نحو حكومات المستقبل والتنمية الشاملة قضايا تحتاج إلى تطور التكنولوجي وتقنيات الاتصال الجديدة لتطبيقها بشكل أوسع للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن انترنت الأشياء معنا الآن السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز أهلا بك معنا سيد كايزر عبر سكاي نيوز عربية للحديث إذن عن التقنيات والثورة الصناعية والتكنولوجيا الجديدة كيف تدعم دور الحكومات وعملها في تقديم الخدمات لشعوبها يعزز انترنت الأشياء فعالية الإجراءات الإدارية وجميعنا نعرف أنه عندما تتراجع البروغراطية تزداد الكفاءة تلقائيا وهذا ما نريده جميعا كيف تساهم إذن شركات الاتصالات في دعم الحكومات الذكية وتوفير بنية تحتية تسهل عملها الاتصالات هي العامود الفقري لأنترنت الأشياء لا سيما في ميدان الابتكار والتطوير لذا على شركات الاتصالات أن تشكلها درعا قوية على سبيل المثال في مجال الخدمات المتنقلة لا بد من التأكد من أن الناس يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض أينما كانوا وفي أي وقت كان ويمكن لصناعة أنترنت الأشياء البناء على هذه الشبكات القوية هل تساهم كل هذه التقنيات الحديثة وإنترنت الأشياء وأيضا طبعا دور الحكومات في هذا المجال بتخفيف الفقر ومحاربة الفقر في العالم بالطبع في الأنترنت يصب في مصلحة المستهلك وما يفعله الأنترنت أيضا هو التخلص من الوسيط في سلسلة القيمة الأمر الذي يجعلها أكثر إنتاجية وكفاءة ويجعل الخدمات أكثر مزداقية وأقل تكلفة وهذا بالطبع أمر إيجابي لكن زيادة الإنتاجية لا بد أيضا من أن تترافق مع زيادة في النمو وهذا يعني السماح للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة منتج معين اليوم باقتنائه في المستقبل ومن شأن ذلك أن يعزز النمو العالمي لكن ذلك تطلب الكثير من الجهود لأنه يعني وصول الأنترنت إلى كل بقاع الأرض كما أنه لا بد من التأكد من وجود قوانين بشأن البيانات لأن كل شيء متعلق بالبيانات في نهاية المطعف وهذا يعني أنه لا بد من التوصل إلى فهم عالمي مشترك لطريقة التعامل مع تبادل البيانات وأمنها وقيمتها وهذا واجب العالم بأسره لأن هوية الانترنت عالمية ولا يمكن أن تحده حدود لذا لا بد من قواعد وقوانين دولية تحكم البيانات ومن شأن ذلك أن يغير العالم حتى في المجال الصناعي وبيئة الاستهلاك ما هي أيضا نقاط القوة ونقاط الضعف في منطقتنا العربية لناحية تقنيات الاتصال والشركات العاملة في هذا القطاع أعتقد أنه لا بد من النظر إلى ذلك أخذين في الاعتبار قضايا مرتبطة بالأمن والسلامة لأنه إذا كان الناس متصلين بالأنترنت دائما يمكن أن يضمنوا سلامتهم من خلال قدرتهم على التواصل مع الآخرين في أي وقت أعتقد أن الاتصالات المتنقلة تجعل العالم مكانا أفضل وأكثر أمانا وشفافية هل يغير برأيكم إنترنت الأشياء وانتشاره في عالمنا اليوم وفي مجتمعاتنا من طبيعة الحياة المستقبلية وطبيعة أيضا سوق العمل في دولنا إذا ما تحدثت عن بلدان مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر قوة الاتصال فيها بالشبكة كبيرة وهناك تغطية واسعة هذه البلدان تمكنت من تسليح نفسها بالأدوات الضرورية لذلك أتمنى لو كان ذلك ينطبق على كل بلدان العالم فالأمر هو الاتصال المتنقل بالشبكة فالأمر شبيه بالسيارات التي تنتقل وتقود نفسها بنفسها بفضل اتصالها بالشبكة السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمونس شكرا جزيلا على وجودك معنا